مرحباً في المواعيد من السامنة بدلاً من الساعة السابعة ودي حقيقة رسالة مبشرة بأنه ربما تكون الأمور أكثر طمأنينة وأكثر أريحية كبيرة خلال الفترة الفاتحة وأنه كان فيه التزام من قبل المواطنين بهذه القرارات التي اتخذتها الدولة. أنا حابب بس أرحب بالزميلة الأستاذة غادة أبو طالب إلا تشاركنا النهاردة في تقديم هذه الحلقة. أهلا بك غادة أهلا بك محمد وأهلا بالسادة المشاهدين في برنامجكم نقطة نظام. أهلا بك. برح كان فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي كان خلال اجتماعه بعدد من قادة القوات المسلحة وجه بكثير من رسائل طمأنينة للشعب المصري يعني في أجواء الألأ اللي احنا عايشينها فيه بسبب فيروس كورونا المستجد إيه اللي عاجبك في هذه الرسائل وما هي أبرز هذه الرسائل اللي على الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ فعلا كل التحية والتقدير لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه فعلا بعث رسائل رسائل طمأنينة لكل الشعب المصري أبرز الرسائل اللي قالها أنه كل الاحتياجات الأساسية متوفرة كل السلعة الغذائية متوفرة لنهاية العين يعني أنه ده معناه أنه ما عندناش أزمة في أي احتياج نقدي أو احتياجي للغذاء أو الأدوات الصحية طيب كمان رسالة قوية جدا وتطمئن برضو العمالة الغير منتظمة وهي صرف 500 جنيه بسرعة صرف 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة دي في حد ذاتها رسالة طمأنينة أخرى برضو بتقول العمالة الغير منتظمة أن الرئيس ما ننساش هذي الفئة ودايما يطمئن الشعب المصري في كل مؤتمراته وفي كل كلماته التي تناولها خلال المؤتمرات السابقة يمكن أبرز برضو ما نود الإشارة إليه فيما يخص العمالة غير منتظمة النهاردة السيد رئيس الوزراء طلع قرار وقال أن الحكومة بكامل تقطع من قبل الوزراء سيتم اقتطاع جزء بما يمثل بنسبة 20% من رواتب رئيس الحكومة والوزراء لصالح العمالة غير المتظمة خلونا في البداية نرحب ب ضيفنا الأستاذ عدل صلاح قدر المحامي بالنقب أهلا بيك السلام مرحبا ورحمة مرحبا ورحمة مرحبا ورحمة مرحبا انبارح على غرار كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي اتكلم في جزئية في غاية الأهمية وهي تتعلق ب أنه بعض الناس بتستغل الظروف في رهنة في أنه يسارح في البناء على الأراضي الزراعية ويمكن دي يعني إشكالية احنا بنواجهها طول الفتر اللي فاتت أنه يعني حتى من أيام 2011 إلى في أيام الاضطرابات الكلام ده كان فيه امتداد وتوسع كبير في البناء على الأراضي الزراعية انبارح الرئيس وجه بده وأكد على هذا الكلام إيه السبب أو الدافع اللي خال الرئيس يتكلم في هذا الموضوع هل فعلا فيه رؤى تتعلق بأنه لأ في ناس أقبلت على هذا الأمر في خلال الفترة اللي فاتت وليل موضوع هو بصراحة يعني المحافظة على رقع الزراعية يعني يعتبر في هذه الأيام فرض عيد لأن احنا دلوقتي فيه هجوم بالبناء على الأرض الزراعية في ظل الظروف الراهنة وطبعا أنا نمى إلى علمي أن السيد الرئيس الوزراء أصدر قرار هو مأصدرش قرار وجه بتعليمات بأحالة هذه القضايا إلى المحاكمات العسكرية صحي إلا أنه حتى تاريخه وإن كان وزير التنمية المحلية قرر بأحالة هذه القضايا إلى المحاكمات العسكرية إلا أنه لا رئيس الوزراء أصدر قرار بهذا ولا وزير التنمية المحلية أصدر قرار بهذا ولا المنط به إصدار القرار اللي هو وزير الزراع أصدر قرار بهذا بأحالة هذه القضايا إلى المحاكمات العسكرية إنما كلها تصريحات ولم تتم ولم تبرمج في ظل قرارات وطبعا المطلوب عشان نحافظ على رقع الزراعية ويبقى فيه رد حاسم ورد قوي وفوري لابد من إصدار قرار يأما من رئيس الجمهورية قرار بقانون يأما قرار وزاري من وزير الزراع أو رئيس الوزراء وده لما نضيهم إصدار القرارات بالمحافظة على رقع الزراعية يعني حتى حتى هذه اللحظة لم يتم تفعيل القرار لم يتم إصدار القرار ولكنها في البداية وأنها تعليمات والتعليمات صدرت للوحدات المحلية والإدارات الزراعية بإزالة الإزالة الفورية للمباني على الأرض الزراعية اللي هي اللي أنا بابنيها دلوقتي أنا بعد قانون 2019 لا دلوقتي أنا بتكلم من تاريخ دلوقتي من تاريخ بداية الأزمة اللي إحنا فيها دلوقتي إنما إحنا فيه مشكلة كبيرة يعني بخصوص هذا القانون بالنسبة لقانون التصالح قانون التصالح فيه لغة كبيرة جدا جدا وما يجي يطبقه على الواقع العملي هيستحيل تطبيقه ليه بقى؟ لأن شرط من شروطه الجوهرية إن أنا لابد أن يكون الأرض اللي أنا بانيت عليها داخل حيز العمران أو داخل كردون المدينة أو داخل لا ما هي داخل الكردون اللي هو حطه القانون 119 طب إذا كنت أنا أصلا باني داخل الكردون اللي هو 119 أو داخل الحيز العمراني طب إيه اللي يخليني هابني عشوائي؟ مش هابني عشوائي ولا هابني ولا هتعدب البلحة يبقى المفروض أفندم إنه فيه شروط للمصالحة على البناء؟ فيه شروط قانون التصالح الوضع لا لن يتم تفعيله كواقع عملي ليه؟ لأنه من الشروط اللي موجودة فيه إن الأرض نفسها تبقى داخل الحيز العمراني الأرض اللي أنا بانيتها وده الكلام ده هيبقى مخالف يعني حتى ما اللجنة تيجي تشتغل وتيجي تطبق الكلام ده عمليا مش هتقدر تطبقه فلا بد من تطبيق وعادة النظر في قانون التصالح على الأراضي الزراعية أو التصالح بالبناء يعني نحن نوضع تاريخ إن المباني اللي تمت بتاريخ كذا إنه يتم التصالح فيها منذ إصدار القانون لا من تاريخ كذا وحتى تاريخ كذا أو يبقى فيه معيار آخر مثلا بداية الأزمة اللي احنا موجودين فيها يتم التصالح فيها وما تم بعد ذلك منذ إصدار القانون وهو 8 فبراير 2019 ما بعد ذلك لم يتم تقنين على الأراضي ما هو أنا بتكلم في إيه إن قانون التصالح نفسه قانون مكحف مش هيتم تطبيقه عملي يعني إما تيجي اللي جاء تشتغلوا على الواقع العملي هيلقوا فيه صعوبات كبيرة جدا ليه لأنه هيلقوا على الآن لتسعين في المية من المباني التي تم بنائها خارج الحياس العمران وبناء عليها هيترفض الطلب يبقى أنا دخلت الإشكال جديد للحكومة اللي هي أصدار القانون وتم نشره في الجريدة الرسمية وتم لابد أن يتم بداياتاً عشان نحل المشكلة واللغز القديم ده والكلام اللي حصل لابد أن يتم تعديل قانون التصالح على البناء على الأراضي الزراعية الفترة اللي فاتت ما قبل 2019 بس دي يعني يعني هو زي القانون يتبعنا وجهة نظر أنه لازم يكون داخل الحياس العمراني وهي في الأساس أصلاً مفروض أنها خارج نطاق الحياس العمراني ده هو أنا لو أنا باني داخل الحياس العمراني الأولى أن أنا أطلع ترخيص أقدم الواحدة المحلية وأجيب ترخيص أو إذا كانت المساحة كبيرة أجيب قرار تأسيم إنما أنا من الشروط الواضحة أن يكون المكان داخل الحياس العمراني طيب يبقى أنا ما جاء طبقها عملي يستحيل تطبيقها عملي يبقى أنا كده بزدر القانون وبلاقي فيه قدام عقبات فلابد أن تزال أو تزلل هذه العقبات بالتيسير عشان أقدر أفعل فعلاً قانون التصالح بالنسبة الإجراءات هذه هي واحدة الواحدة التانية أنا بصراحة في قانون في المباني عمتاً أو في محضر المخالفات بلاقي المفترض أن أنا بانيت على أرض زراعية لي محضر واحد يأمل محضر ده وفقاً للقانون الأديم قبل قانون الزراعة الأخير أنا بلاقي دلوقتي يعني مثلاً عندي ناس معمول لها خمس محاضر وست محاضر مبياني على الأرض الزراعية محضر تبوير محضر إيقاف أعمال محضر إيقامة مش عارف إيه خمس محاضر عن واقع واحدة المفروض حتى أن أنا الناس اللي هي بتعمل المحاضر دي المنوض بالعمل العمل أنه هو يعمل محضر لأنه المفترض أن القانون 119 تم تفعيله على جميع الأراضي تم تفعيله على جميع الأراضي يبقى المنوض بأنه هو يعمل المحضر مين؟ اللي هو بتاع الواحدة المحلية فقط يبقى أنا كمدير جمعية أقدم شكواية أقول أن فلان الفلان يتعدى بالبناء على أرض زراعية والمحضر يشمل جميع المخالفات والمحضر يبقى وفقاً لقانون 119 وليس وفقاً لقانون التعدي بالبناء على الأرض الزراعية لأن قانون 119 اسمه قانون موحد قانون موحد ليه؟ لأنه خاص بجميع التعدي بالبناء طب أنا مش فهم جزيزي دي معلش يعني المخالفات دلوقت عادك بتقول أنه واحد بيجيله أنا بكلم على قبل ما قبل 2019 يعني كان بيجيله بدل المخالفة 2 و 3 و 4 خمس أضايا على البناء الليب من جهة واحدة وليس أكثر من جهة من جهة واحدة عن واقع واحدة يعني أنا مدير جمعية أرح أعمل إيه؟ أول حاجة أعمل إيه؟ محضر تبوير طب إذا كان جنح التبوير دي لها شروط لابد أنك أنت تعاليني تعمل لي أنظار وتستنى سنة تعمل لي أنظار وفقاً لقرار وزير الزراع وتستنى سنة وبعد كده تحرر المحضر إذا أنا فعلاً ما قمتش بزراعة هذه الأرض طب إيه دخل أنا بعد كده بيعمل محضر ويحيله بعد كده للوحدة المحلية والوحدة المحلية بتتمنى تعمل لي إيقاف أعمال تعمل لي جنح التنظيم أعمال وإذا بنيت دور تعمل لي لكل دور محضر وده كله يغضع لقانون 119 يبقى أنا هنا بتاع الوحدة المحلية بتاع الجمعية الزراعية عملي محضرين محضر بناء تعدي بالبناء على أرض الزراعية ومحضر تبوير وبتاع الوحدة المحلية عملي ثلاث قضايا وكلهم عن وقع واحدة ده كان في السابق ده في السابق الغط 2019 ولذلك مكتز المحاكم بإيه؟ بإن الواقع واحدة وعليها خمس قضايا الواقع واحدة المخالفة واحدة وعليها خمس قضايا المخالفة واحدة وعليها عشر قضايا تمش بموجة بالقانون القضايا دي تسقط؟ تسقط ليه دي هو منوع هو هنا منوع وحتى أنا أماجأ قدام القاضي وأقول بأدفع بعدها مجاوز نظر الدعوة لصابقة الفصل فيها يقول لي لا أستاذ أنا عند كدو وصف هنا كذا وهنا الكدو الوصف هنا كذا يبقى أنت القضية ما فيش اتحاد في السبب يبقى إيه الحل بقى؟ الحل إن بتنظر القضية دي وحدها وبتنظر القضية دي وحدها واتفاجأ أنا كراجل بسيط بني بيت استدنت من طوف الأرض علي حوالي مئتين ألف جنيه غرامة يعني في ناس وصل الغرامات بتاعتهم إلى مئتين ألف أكتر مقومة الأرض أكتر من كمت وسجن برضو يا فانت ومش كده وبس ده في ناس يتزلهم المكان وعليهم الغرامات اللي هي يعني من ضمن الغرامات اللي هي الغرامة الفورية اللي هي واحد في المية واحد في المية دي بتفضل بتفضل واحد في المية كده متزمة يعني أنا خدت براءة في كل الأضايا إلا الواحد في المية الواحد في المية دي تفضل تعيد على قطعة الأرض على المبنى وعلى المساحة وعلى المبنى اللي أنا بنيته طيب يا فندم اللي بني عمارة زي وزي اللي بني بيت عادي لأنا أتكلم ده كله في قانون الخلط ما بين قانون البناء على الأرض الزراعية وقانون الزراع يعني هذا كلام ده كله أتكلم عن الريف إنما ما نجي نتكلم بقى في المدن المدن إحنا دلوقت بنتبق على قانون 119 فقط مناش دعوا قانون الزراع يبقى عندنا هيدا قانون 119 ولكن برضو بيبقى فيه هنا تعصف إن المهندس نفسه بيروح مقدر الأعمال بمبلغ مزافي يعني معنا أنا دلوقتي عملت أربع عمدان تمام بيعمل لي محضر إن أنا أنشأت أعمدة الدور الأول تمام اللي أربع عمدان روح كاتب ليه مئة ألف القاضي بدل ما يودها خبير بيروح مدي غرامة مثلها كمت الأعمال 200 ألف أدي غرامة بيجي بعد كده للسقف يعمل لي محضر بيجي بعد كده للعمدان اللي بعده يعمل لي محضر وقع الغرامة مش فيه الأول استلامة المنشأة استلامة منشأة إيه؟ آه لا يعني الخبير ده مش الأول بيطلع بلجنة فنية تقيم المنشأة دي صلحة للاستعمال ولا لا؟ بعدين نبقى نوقع الغرامة لا ما بيحصلش الكلام ده آه هو خلاص هو أعمل المحضر وأحيل المحضر للنيابة والنيابة قدمته للمحاكمة والقاضي حكم طبعا القاضي بيحكم حسب العقيدة التي تكونت لديه ممكن يقضي بمثلاق قمة الأعمال ويبقى كده ظلم مين؟ ظلم المواطن ليه؟ لأنه ممكن يكون المبلغ ده جزافي وممكن حلها أن يبقى فيه واحدة للمحضر أنا بنيت اعمل لي معضر بس من المختص؟ المختص جاء واحدة اللي هي الواحدة المحلية يبقى في الحالة دي هيبقى فيه هي اللي تقدر آه هي اللي تقدر ثانيا إذا قضت المحكمة ببراءة انقضاء جميع الأضايا المفترض أن القضاء القضية الخاصة بالواحد في المية دي يتم إلغاءها يعني النيابة يكون لها دور في إيقاف هذه العقوبة مش معقول أنا خدت براءة من خمس أضايا تمام؟ عن ذات المبنى واتلاقى علي 200 ألف جنيه غرامة طبعا يا نيابة مش بتنفذ القانون يا سعدة ما بتنفذ القانون بس يبقى أنا بكلم في أن المفترض في إزاي أن نحن نحل هذه المشاكل لابد من التعديل بإيجاد حلول مش التعديل للتعقيد تمام التعديل لإيجاد حلول طبعا أنا دلوقتي كرئيس وزراء أصدرت قرار أن أنا أحيلي الناس دي للمحاكمات العجلة قدام المحكمة العسكرية تمام؟ طب الناس اللي هي عندها خمس فددين إزاي أنا بديهم ترخيص وده من آلية القوم أنا راجل عندي خمس فددين بقدم طلب للجامعة الزراعية بقول لها أنا عايزة ابني بتديني باخد تصريح يعني بجيب الموافقة من وزير الزراعة وبعد كده بروح الوحدة المحلية باخد تصريح بإقامة 100 متر أو 200 متر حسب المساحة بتاعها حاليا إلى الآن طب الراجل البسيط ده إيه حلوه اللي هو أنا راجل طالما عندي خمس فددين يبقى أنا راجل قاعد في بيت هابني بيت تاني في قلب الخمس فددين بموجب أن أنا معي حيازة يبقى في الحالة دي لازم تحللي يعني مش إصدار قرارات فورية 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 آه إحنا في ظروف استثنائية ولابد أن يكون هناك رضع ولكن إحنا معنا أبو الرحيم اللي هو أميد اللي هو رئيس الجمهورية صحيح فيما خصوص بقى العمل في المحاكم آه يعني في الظروف الاستثنائية دي أكيد يعني أنا عرف أنه فيه توقف في التعامل مع الجماهير آه إلى حدا ما أنتو شغلكم إلى حدا ما فيه أزمة عندكم كده في شباب المحامين على الأقل وده عدد كبير جدا نقابيا كيف تم التعامل معهم ومساعدتهم خلال الفترة دي ومهنيا أنتو بتتعاملوا إزاي في الشغل خلال الفترة الأخيرة هو طبعا نحن نتكلم مهنيا بداية لأن الحل ده هنا في يبدأ من رئيس القضاء الأعلى إحنا دلوقتي أول حاجة تم تعطيلها آه قضاء محكمة النقط محكمة النقط إديها كده على الأقل على أقل تقدير إنها تفصل في الشهر الواحد فيما لا يقل عن ألف جناية ده قال لي تقدير ده في الوقت الطبيعي نعم في الطبيعي في الطبيعي وغير الطبيعي ده إن كان يكون أكتر من كده كتير كلام سليم أنا دلوقتي أما أحجب قاضي محكمة النقط عن إنه يفصل في القضايا اللي قدامه واحد واخد سنة قضى منهم السنة ولسه متحدد وتحدد له جلسة بتتأجل التقاضي البطيء ظلم سريع صحيح وأجمع الفقهاء على كده فقهاء القانون وأحكام محكمة النقط نفسها بتقول كده أنا مش جاي بحاجة من عندي تمام فالمفترض أنا أنا بقول إن البداية نبدأ بمحكمة النقط نشتغل مش لازم نشتغل التعامل مع الجمهور التعامل مع المحامين وفي المحكمة محكمة النقط فيها ميزة كويسة جدا جدا محكمة النقط بتبدأ همانيا الصبح استسعى السادة المستشارين كلهم على المنصة تمام أنا لو هخلي كله برا ودخل محامي محامي ما فيش تكدس التكدس الأفر ما فيش تكدس برا حضرتك عايز نظام في محكمة النقط محكمة مهولة يعني مكانها ماينفعش فيه تكدس أصلا هي واسعة واسعة ومطلوقة يعني فيها كل حاجة كويس يعني صالحة لكل حاجة كويس بس في ظل الأزمة يا فانتم يعني في ظل الأزمة ويروس كورونا وكل الإجراءات الاحترازية اللقائية اللي احنا بناخد حذرنا منها ما هو يقم بقى يقم بقى ناخد أجازة آه زي يعني القضاء والمتقاضين والناس ويمتد المعاد بقى إذا كان واحد عنده نقض يمتد معاد النقض إذا كان عنده استقناف يمتد موعد الاستقناف يبقى أنا كده فعلا فيه أزمة إنما معنا رئيس بيسر وبعدها رئيس هو رئيس القضاء الأعلى صحيح تمام فهو بسلطته يقدر يوجد الحلول المؤسرة طب هي الأشكالين التي تقبلوها كمحامين دلوقت هناك أنا دلوقتي ما فيه شغلة أصلا دلوقتي يعني أما يكون أنت دلوقتي مكتبك مثلا فيه عشر محامين شغالين معك كويس كلهم قاعدوا في البيت أين دخلهم صحيح محامي جزئي يعني حتى السيد النقيب يعني الجنات كده متوقفة تماما تماما محامين وجماهير وكله تماما كل القضايا كل القضايا بتؤجل اللي موجود بس إيه اللي هو المحبوس احتياطية والمحبوس احتياطية بييجي دلوقتي ايه بنسبة ضئيلة المحكمة للتعزر الأمني النهاردة كان عندي تجديد ما حضرتوش للتعزر الأمني تمام فما هو ده ده تقاضي بطيء يا إما أوجد حلول للناس المحبوسة تمام لأنه محبوس مقاعد حبسه صحيح وأوجد وجود للمتقاضين اللي هو المحامي والمتقاضي أدي له أجازة يبقى أنا عرفت أن أنا أخذ أجازة أشغله يبقى خلاص أنا عرفت أنه هو فيه منصة وأنا شغال وخلي التعامل مع المحامي وكل واحد ياخد الإجراءات الوقائية ويبقى فيه أحد على أحد من الأستاذ الأطباء موجود على المحكمة بيفرز الناس اللي داخلين على الغالب الجهاز يبقى يبقى إحنا كده بناخد إجراءات احترازية وفي ذات الوقت بنشغل الأمور طب ونقابة ما كانش لها دور في الموضوع النقابة لها دور الدور اللي عملته النقابة حسبها مع نمع العلم إن كل نقابة فرعية خارط مبلغ من النقابة العامة على أساس إنها تجيب به كاراتين وتوزعها على المحامي للأسف الشديد إن المفترض إن الكاراتين دي اللي بتتوزع تتوزع من تحت الفوق كاراتين كاراتين عيش بتاع موضوع غزائي ها تمام المفروض دي بتتوزع من تحت الفوق صح يعني إيه يعني من الجزء سوما ابتدائي وهكذا الجزء مش محسوب ليه أنا نفسي بسأل السيد النقابة وانا على الهواء وبقول له ليه السيد النقابة سادى النقابة على مستوى الجمهورية الجزئيين والنقاب العام ليه ده الجزء ده هم حاجة صحيح جزء ده اللي بدأ حياته ومعوش داخل طب وفين الهواء أنا مش تكلم على المحامين بس كمان أنا بقول كل أرباب المهن الحرة إذا كانوا محامين صحيح ولا محاسبين ولا مستشارين مثلا مستشار زراعي ولا هكذا كل ده وقف طب فين المقابل المادي اللي هيدخله وهلازم يبقى ليه مساعدة هو كمان يعني محامي مكتدر مش ياخذ مساعدة محامي مش مكتدر محتاج مساعدة سيبوا ما يتكفى في الناس ده حياته وبالذات اللي لسه الشاب اللي لسه صغير لسه بها ده حياته وإحنا ونحن أغنى النقابة في مصر أبس الأستاذ رجاء يعطيها لما مسك يعني قلنا أنه خلاص بقى فيه متنافس في النقابة الحقيقة يعني في الناس كتير جدا كانت مبسوطة وسعيدة بأنه هو نجح أصاب غريم التقليد الأستاذ معاشور اللي نتمنى له كل التوفيق يعني بالتأكيد قدامه القضايا دي وأكيد عارف لها حلول ما حدش فيه بيتواصل بدأ لا بدأ عمل اجتماعاته بدأ الراجل يعني لا يوالي جهدا المخصصات المالية دي ما كانتش كافة لا لا يوالي جهدا بس برضو محتاج يد العون من الدولة تمام الدولة طيب مقترحك تعمل تعمل ايه؟ زي يعني زي ما فيه معملة مؤقتة فيه محامين دلوقتي مكاتبهم متقفلت فيه محامين شغالين فيه مكاتب مش شغالين فيه دخل دلوقتي مقفول خالص لازم أبصّلهم تبع هيروحوا فيين؟ دول عدده ما يتجاوز مئة ألف هيروحوا فيين أصلا ده مشكلة كبيرة وأسر يعني أسر ومطلوب منه يبقى في مظهر كويس ومظهر لقك وخلك قوي فيين؟ والحقيقة المفروضة يعني سيدة وزارة التضامن لما جاتت كلمة على جزئية العمارة غير منتظمة وأصحاب المهن الحرة قالت إنها الدولة غير قادرة على إنها تدفع كل الأموال أو لمساعدة هذه الفئات وقالت إن نسجلوا عندنا من العمالة غير المتظمة حوالي 750 ألف واحد حتى هذه اللحظة لبما هذا العدد يتضاعف خلال أيام المقبلة مع توجيه السيد الرئيس بتوفير منحة لهذا العدد الكبير لكن مع كلامة للسعادة فيه فئات أخرى من المفترض أن يتم ضمهم لكن ده هنقول إنه فيه مظلة حماية لهذه الفئات لو أحد نتكلم عن المحامين أو عن المحاسبين أو المستشارين الزراعين أو غيرهم فيه مظلة حماية ليهم اسمها النقابة النقابة هي المنوط بها إن هي تناشر الدولة وإن هي تتعاون معها في هذا الموضوع من خلال برضو التعاون مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني يعني أن أقول لي مساعدة أصحاب المهن الحرة اللي ليهم منهبش داخل السابت كل شهر أستاذ غادر فيه مشكلة الشائعات تيارك فيها الفترة الأخيرة دي والله يا رئيس برح يعني الرسائل كانت قوية جدا وشديدة اللهجة كانت رد على كل الرسائل يعني الرسائل كانت بتحمل رسائلة زي ما قلت كده رسالة طمأنينة ورسالة حب لكل المواطنين كمان كلف رئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور علي عبد العيل بسرعة الانتهاء من قانون المشروعات المتوسطة الصغر وده يدل على دعمه للصناعة ودعمه للشباب ودعمه للإنتاج المحلي في ظل الأزمات اللي احنا بنواجهها وطبعا كلنا عارفين أزمة فيروس كورونا طبعا يا محمد انت أكيد تبعت المؤتمر طبعا احنا عندنا مشكلة الأسف عندنا مشكلة وده ياخد رأي فارس عادل فيما يخص قانون العمل قانون العمل اللي لا يلزم أصحاب المنشآت الصناعية أو التجارية بحماية الأسف العمل اللي هم موجودين وممكن ده خلهم فريسة لبعض رجال الأعمال اللي كانوا في فترة أخيرة بيفكروا ان هم يستغنوا عن بعض العمال اللي عندهم او ان هم يخفض رواتب بالنسبة حوالي 50% رجال الله يعني انا اقول اه وان هذا الممر ان اظلم قانون عمل يتعمل هو القانون الفات موجود دلوقتي اظلم قانون عمل للعامل موجود حاليا ليه بقى ليه لان انا كصاحب عمل اصرح العامل في وقت خلاص مش محتاجه القانون بلزمني ايه بتعويض بس والتعويض بقى جزافي لكن مفيش سيف مفيش خالص ده مش كده وبس ده بعض اصحاب العمال اما اجيب اقدم قدامه بيمضين على الاستقالة مع مع كافة اه اكد اكد اكون انه اظلم قانون في العالم بالنسبة للعامل الحال يتعديله احنا عندنا مجلس النواب ما شاء الله بكيادة الرئيس محترم وكلهم ناس متفاهمين وعارفين وعايشين مصالح الناس وعايشين مشاكلهم مش هو المجلس ده اللي طالع قانون العمل برضو او لا 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 اللي قابله اه اللي قابله ايه تمام ما فيش مقترح لدلوط النظر في موضوع قانون العمل ده او حضرتك مثلا قدمت مقترح وربما المجلس النواب هو بيتعامل عادي معه مش شرط لكي نعوضه في المجلس النواب عشان قدم مقترح ما هو اصل فيه اولويات للقونا احنا دلوقتي في ازم تمام مش اناقش بقى من العمل عشان نلزم واحد صاحب عمل خرب بيته اصلا واخد بارك عشان نرجع له خمسين عامل ولا ستين عامل اقول له اديهم رواتب هاي اديهم منين يعني احنا احنا بنتكلم الكلام ده في وقت رخاء في وقت ما بعد الازمة انما ينفعش دلوقتي عادي القانون عمل يستحيل يعني تمام في الاجراءات الاستثنائية هل المطلوب وجود قرارات حكومية ملزمة ولا لازم برضو قانون على اساس انه يتم تلفيذ الصاحب المنشآة دي تنفذ القرار بمعنى يعني يعني انا دلوقتي مثلا ازمة كورونا دي جات بشكل مفاجئ كده تمام انا عندي ازمة في قانون العمل ما يقدرش يحمي مثلا العامل تمام وصاحب المنشآة دي تيجي تتكلم مع ويقول لك والله انا بلتزم بالقانون تمام تمام هل القرارات الحكومية ملزمة لصاحب العمل ولا لازم برضو تطلع قانون لا لازم بقانون من رئيس الجمهورية القانون لا يلغى او يعدل الا بقانون حتى في حال وجود الازمات حتى في حال وجود الازمات طبعا ما احنا عندنا دي وقت الجلسات اصلا متوقفة نعم الجلسات متوقفة ماشي رئيس الجمهورية مش متوقف موجود ربنا يطول فهمه يعني يجوز هنا يجوز الرئيس الجمهورية انه ما يصدر قرار بقانون ويبقى لها قوة التنفيذ واما ينعقد مجلس انه ويعرض عليه انما بفور صدوره ونشره في الجريدة الرسمية بيبقى قانون ويفعل ويعمل به تمام حساس حامل كل الكلام ده ليه لانه طلع علينا كده مجموعة رجال اعمال حسين صبور اللي هو الرئيس الاسبق لجماعة رجال اعمال اللي كان بيتكلم ان احنا لازم نزل الاشتغل حتى لو هيموت مننا شوية بس الشعب كله مايموتش طلع علينا نجيب سوارس وقال انه من الضرورة تخفض عدد العمال بالنسبة لمنشآت والشركات وقبور ايضا اه وقال ان احنا خفضنا من نسبة 50% عدد العمال اللي عندنا او تخفض رواتب 50% رئيس مبارح لما طلعوا اتكلموا اتكلموا قال انه احنا قلنا ان احنا نخفض عدد العمال داخل المنشآت لكن دون المساس بيرواتبهم والحقيقة لانه ده امر مجحف مش معقول ان رجال اعمال اللي خدوا تلتربع عراض الدولة في وقت من الاوقات بالمتر بجنيه وبنص جنيه وبلاش احيانا وعملوا منها عشرات المليارات من الجناهات ومن الدولارات ويجي اليوم فيهم اللي يتعوا فيها الناس الغلابة اللي هي اصلا اصحاب الفضل عليهم صحيح والدولة كمان سندتهم جدا في اقامة العديد من المشاريع والمصانع والمفروض دلوقتي رد الجميل لكل المواطنين يعني انت عندك عمالة دلوقتي مش من حقك اصلا انك انت تمشيهم او انك انت تخصم الرواتبهم بحجة ان موجود فيه ازمة او فيروس كورونا او او صح اول مشكلة المشكلة ان اللي بيتكلم ماينفعش يتكلم ده المفروض يتكلم عملي ويدفع صحيح يعني هو اللي بيتكلم اللي حضرتك اللي قلت عليهم دول دول المفروض يدفعوا مش يتكلموا ما هو دفع ميت مليون جنيه وبعدين خاتهم من الناس يعني هو دفعهم يعني مش يتكلم بقى في انه يدفع جور العمال اللي ستة شهور جاية ولا السنة جاية لا ده المفروض يدفع الله انا عابد ان اشكر المهندس محمود العربي صاحب مجموعة العربي لانه هو كان الوحيد الحقيقة اللي عمل نموذج محترم ادى اجازة اللي عمال عنده لمدة شهر ونص ودى لهم مرتباتهم مقدما وقال ان احنا لن نتخلى عن العمال في يوم من الايام ولا في ازماتهم اللي موجودة حاليا طيب خلينا بقى ندخل في موضوع تاني موضوع الشائعات لان الموضوع ده موضوع الاسف يعني سيء جدا خاصة في وقت احنا بنعاني فيه من ازمة او العالم كله بنعاني فيه من ازمة مسألة ان البعض بيطلع ويشكك في كل الاجراءات اللي بتتخذها الدولة تمام ويبث بعض الشائعات او عدد من الشائعات بهدف ان هو يحبط الناس من جانبه بهدف انه يبعث برسائل سلبية عندهم وبهدف افقادهم الثقة في الحكومة وكلام ده هل يمكن مواجهتهم برضو بقانون ولا هذا القانون يتنافى مع مسألة الحرية الشخصية في اطلاق الرأي الحر على مثلا على صفحة شخصية على فيسبوك او على تويتر لا الرأي الحر لا يتجاوزني الرأي الحر النفسي مش ان انا اتفوه عليك لا يتجاوز الاخر اه اتفوه عليك او على رئيس الجمهورية او على سين من الناس او على حتى مين تمام ما ينفعش انا شغال غلط بس انا شايف ان ده صح انت مالك وريني انت مصالحك انت دلوقتي راجل اعماله وبتنتقد انت عملت ايه وريني كده انت عملت ايه طب ايه الخدمات اللي انت وديتها للناس الغلابة ايه الفضل والمنة اللي انت منت بيها صحيح لا فيه قانون قانون العقوبات بيمنع هذه الشعاعات وبيعاقب على هذه الشعاعات قانون العقوبات اه طبعا قانون العقوبات بيعاقب على هذه الشعاعات بالحبس والغرامة بالحبس والغرامة اه كان حتى السيد النائب العام كان من حوالي اسبوع برضو كان وجب بانه في فترة كورونا بالذات قصدر مجموعة قرارات من شأنها بقى فئة حبسه وغرامة تصل لسنتين وحوالي 100 الف جنيه غرامة هي طبعا مادة 188 من قانون العقوبات الغرامة من خمسة لعشرين الف هو تم التعديل في دي والحبس الذي لا تزيد ندته عن سنة هو تم التعديل في دي لانه ده قالوا دي خلى اها ال100 الف خلى اها ال200 الف ال200 الف جنيه ال200 الف تمام يعني اي حد يصدر شائعة في هذا الامر الغرامة حدها الاقصى 200 الف تمام ده استنادا لقانون يعني السيد النائب العام اه اه قانون مستشار حمد الصعب لما اطلع قرار ده استنادا لقانونورقوبات قانون استنادا لقانون ومن فاحش يطلع تعليمات مخافواة اه من الفاهم بالضبط اه طبعا احنا عندنا ازمة في تطبيت بعدين احنا عندنا النائب العام بصراحة من بدايته وهو رجل شغالتي وفاهم وحازم وما بيعملش حاجة مخالفة للقرون يعني احنا ياما كان في الجيزة كنا بنتعامل معا كم محامين بنلاقي عقلية ورجل جد ورجل ما شاء الله عليه ده ما بينامش اما انا بقول لحضرتك يعني بأمان هو اتحط رجل المناسب في المكان المناسب صحيح يعني ربنا يحفظ مصر ان شاء الله بإذن الله خلينا نرجع تانا سعادل لمسألة اراضي الدولة لان ده ملف انا عايز يعني نفتحه مع بعض كده ان شاء الله فيه اكتر من لقاء تمام اراضي الدولة كيف تحميها الدولة يعني دلوقتي بيبقى فيه اكتر من جهات متعددة تملك الاراضي الدولة دي سواء اذا كنا بنتكلم عن اراضي الصحرائية اللي بيتم استصرحها او تصلحها نتكلم عن اراضي الزراعية اللي بتملكه مثلا وزارة الزراعة هتلاقي فيه جهات متعددة هي المالكة هذه الاراضي بعضها ممكن وزارة الاواف بعضها تلاقي مثلا وزارة الزراعة بعضها تلاقي المؤسسة العسكري غيره يعني تلاقي اكتر من جهة بتملك هذا الموضوع هل ده افضل لنا ولا توحيد الجهة للتعامل على هذه الاراضي وبحها والتصلحها والكلام ده يبقى افضل توحيد الجهة هنبقى في حياتي بعد ما ماتنا وانت ان شاء الله يبدأ ويبيته في الاراضي دي اه لو هنوحد الجهة تمام لان هو معروفة كده في منظومة في مصر كلها اذا حبيت انك انت تدفن حاجة هشكل لها لجنة اه تمام فهتشكل لجنة هنعيش بقى ان شاء الله اولادي واولادك يباياع مسأل علامي على فكرة نعم مسأل علامي مسأل علامي يعني هو تقريبا اصل مصر اه طبعا فانما احنا لو خدنا قانون الاصلاح الزراعي ماذا شيء الاصلاح الزراعي ياما ارض بتتبع بالمزاد ياما ارض موزع بالقانون 178 لسنة 52 بالتمليك ياما ارض موزع بالقانون 13 لسنة 86 ولما تتم تسجيلها تمام حتى الان صاحب المشكلة هنا مين الجهة الادارية هي المتقعصة الى الان قانون من سنة 52 لغض الوقت مخلصتش مبتتوش مبتتش الفصل فيه لسه بيسجلوا في الاراضي من 52 قانون 178 لسنة 52 سجروا بيحصروها يعني بيسجروا في الشرع العقاري اه وبعدين القانون اللي هو تلاتة لسنة 86 مصادرة المحكمة للسورية بعدم دستورية المادة 3 من قانون 3 لسنة 80 بان الارض توزع باسمه منتفع او تسجل باسمه منتفع واحد ودون المدرجين بيعدلوا دلوقتي تمام انما انا بالنسبة لقانون الاراضي الملوقة للدولة انا عندي قانون اللي هو قانون الشراء اراضي املاك الدولة ميسر وسهل وزريف وممكن نخلص به كل المشاكل دي ودخل مليارات حول اي حد يخندم يعني اعيز اقولك ايه مثلا انه اراضي الدولة دي مفروض يتم عليها ايه البناء مثلا اقام اقامة المصانع الانشاءات التجارية اتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت وقسم أراضي صحراوية احنا نتكلم في النهاية في الأراضي الصحراوية أنا وضعيات دي قبل سنة 2006 تمام قدمت طلب شراء والأرض مربوطة باسمي أبيع له بيحدد الاستخدام عليها يعني يا أصد أنا اللي بأزراحها ده في مبدأ قانوني أن الأرض لمن يزراعها أنا دلوقتي وضعيات ويتم التقنين عليها وتم تحول كلها لأراضي الصحراوية ده مشكلة مين؟ الجهة الإدارية الجهة الإدارية بالتواطق مع الجهة الإدارية بالتواطق مع الموظفين بالتواطق مع المسؤولين إنما إحنا القانون واضح تمام الرسالة أخيرة بقى سعادل على شيئا نحن إن شاء الله هنختمل حضرتك يعني أحدش يزعمني لا لا خالص إيه رسالتك للناس عموما للجهات الإدارية اللي يتنفيذ مطرح طولها إن إحنا نتقل ربنا سبحانه وتعالى ففروا إلى الله بس ما فيش أحسن من كده يعني يعني لو إحنا رجعنا لربنا سبحانه وتعالى هو كفيل إنه يتولانا يعني ما أقولش يا فلان أنا عايز يعني سيدنا لكمان الحكيم كان بيوصبنه بيقوله يا بني زوجت المر فلم أرأ مرة من الصبر فلم أرأ مرة من الفجر فإن افتكرت إذا فأرت فلا تحدث به أحدا من الناس كي لا ينتقصك ولكن اسأل الله من فضله فمنزل الذي سأله فلم يعطيه أو دعاه فلم يوجده وهذا هو حسن الختام إحنا بنتوجه بالشكر في نهاية هذه الحقة لأستاذ عادل سلوح قدر المحمد النقض شكرا لحضرك شكرا لأستاذ عادل شكرا بقى لزمينك لأستاذ غيرها على هذه أنا لذلك أشكرك يا أستاذ محمد أشكرك يا غاندوم شكرا الله يخبرنا نورتونا النهار ذنب لله وإن شاء الله نلتقي مع حضراتكم في حلقة مقبلة بإذن الله فانتظرونا